كمان مرحبا مونير عجم من حلقات وسلسلة المعرفة بدارة مشاريع بهالحلقة سنركز كمان على مدير المشروع بس سنركز على استمرارية مدير المشروع من بداية المشروع لنهايته اذا ماعتبر عنا منهجية تعتمد على ان المشروع يكون من الفكرة لاغلاقه هل من الضروري يكون مدير المشروع نفس الشخص يستمر كل الوقت دعنا نجواب بالطبع يمكن الافضل اكيد ان يكون نفس الشخص من الفكرة للنهاية هل هذا منطقي وعلمي وممكن بظروف الشركات ومؤسسات بالطبع لا كلمة بالطبع يمكن صعب يقولها نحن بمشاريع الكبيرة وليس بمشاريع الصغيرة لانه بمراحل الاولية من المشروع نحن بحاجة الى اكتر لناس تستطيع تركز على اطلاق المشروع وعند اغلاق المشروع نحن مش بحاجة لمدير مشروع يكون قدر يدير مشروع ضخم يبقى مشان يكون بس مشان يتأكد انه كل تقرير اغلاق المشروع انتهى بطريقة صحيحة لا شك انه فيه امكانية انه نحن نركز على انه هل هالشخص واحد يكفي هلا بعد الممارسات بالمنطقة موجودة وبالعالم موجودة انه عنا نحن دايما بالمراحل الاولى من المشروع يعني عم نحكي نحن قبل التصريح للمشروع بمراحلة الدراسات عالة عم بتتم هذه من قبل الجهات يمكن من دائرة تخطيط استراتيجي او من اذا كنا عم نشتغل بفاساليتيس براجك يعني مثل المصافي نفط او المصانع الكيميائية ممكن يكون من داخل المصنع عم تجي الدراسات بشكل عام الدراسات الاولية الاولية يعني من الفكرة للتصريح المشروع يعني مثل منظمات مثل PMI بتسميها هذه مرحلة من المراحل ممكن تكون عم تتنفذ من دائرة مختلفة عن ادارة المشاريع بعدين نأتي لدائرة المشاريع اللي يصير في مراحلة التخطيط للمشروع والمراحل ما في مراحل تخطيط المراحل الاولية من المشروع اللي هي تحديد المتطلبات المشروع تحديد الاستراتيجية لإدارة المشروع تعريف بالمشروع بشكل تفصيلي اكتر هذه مراحل ممكن تكون دائرة داخل دوائر مختصة بعدين ننتقل المشروع لمرحلة التنفيذية اما delivery phase حسب منهجية وهون ممكن يكون في عنا شي دائرة اللي هي ممكن يكون ضائرة المهندس بالمشاريع الانشائية مثلا شفنا بالانجليزي يقول كلمة resident engineer اما construction manager كمان شفنا بالدول العربية تستخدم كلمة المهندس المقيم اما المراكب هالأمور هاي يعني معناتها بمشروع ممكن يمرق من الفكرة لنهايته ممكن يمرق علينا واحد اما اثنان اما ثلاثة اما حتى اربع مدراء مشروع هل هيدا الشي صحي اكيد نحنا مناقلنا سابقا مفضل شخص واحد بس هيدا الشي ممكن ما يكون هين طب كيف الحل اهم شي نحنا نركز على الشخص الشخص هو مهم بس مشكل شي طالما اذا عندنا نحنا نظام عمل متكامل نرجع نركز على يعني تقريبا بكل فيديو عم نذكر موضوع النظام المتكامل لإدارة مشاريع بالمؤسسات وعنا المشاريع عم بتنفس بطريقة منهجية محددة وواضحة وعنا الاشخاص اللي عم تيجي تستلم هالإدارة بغض النظر بأي مرحل من روح المشروع عم تشتغل بطريقة علمية وصحيحة معناتها تغيير الافراد إله تأثير بس ليكون تأثيره كتير 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 قليل غير ما يكون الاعتماد كله على على الأشخاص وكل شي براس هالشخص هذا يعني إذا بنا نشتغل نحنا بمنهجية إنه المنهجية براس مدير المشروع تغير مدير المشروع المشروع كل شي راح خاصة إذا مدراء المشاريع عهود الأشخاص ما بيشتغلوا بطريقة صحيحة من نوضوع توزيع الأدوار والاعتماد على فريق العمل بشكل عام يعني إذا بنختصر نحنا هون مدير المشروع بشغل أساسي عم نحكي مشاريع كبيرة دوره إنه هو يكون المنسق هو يكون عم بيدير المشروع عبر فريق العمل مش هو شخصيا عم بينزل ويشتغل كل شي بإيده طبعا هو لازم يكون عم بيكون عم بينزل ويشتغل ويشو كل شي بس عالتا التفاصيل العمل بتصير من ضمن فريق العمل اللي هو المفترض يكون أكيد شغلته يكون ينسق ويتأكد إنه كل واحد عم بيشتغل شغله وهون الأهمية والتركيز هو على الإدارة ليس على الشخص وهون اعتماد نحن نحكي بدائما بعلم إدارة مشاريع من المركز على ثلاثة الكزن الأساسية لهن البراصس أما العمليات الأشخاص والأدوات الأدوات يمكن يكون أقل الأهمية الأدوات اللي مستخدمها بإدارة مشاريع يعني إذا تستعمل بريما فيرا إذا تستعمل براجعة كثيرة تفرق لكن بالنهاية ليس كارثة بعدما الأولويات هل هي العمليات أما المنهجية يعني كمان ممكن يكون ضمن العمليات أما الأشخاص بالطبع اثنان مهمين ويمكن مهمين بطريقة متساوية لكن لازم نميز نحنا إن الأشخاص إذا عم بيشتغلوا بدون منهجيات معنا كل واحد بيشتغل على ذوقه وممكن يكون في فوضى وإذا عم نعتمد بس على العمليات ومعنا الأشخاص مدربين مع هذا بالنهاية حيكون عندنا كتب عم بتجمع غبرة وما في شغل صحيح بشان هيك ضروري إن إحنا يكون عندنا العمليات الصحيحة والأشخاص الكفؤين مدربين على استعمال المنهجيات والنظام المتكامل لإدارة المشاريع هون إذا صار تغيير لمدير المشروع خلال مراحل التنفيذ المشروع لساعتها ممكن يكون التأثير أقل سلبية بطبع بيضال في شوي نوع السلبية بس قدرين نحتويها شكرا إلى اللقاء